اشتركوا في القناة لنهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن المنحة دي احب اوضح لقناتنا بتاعة فرص ومنح بشكل مستمر فارد تتصفحوا القناة عشان تعرفوا على احدث المنح الدراسية كمان ده الويب سايت الخاص بينا في منح وفرص كتيرة جدا برضو تتصفحوها عشان تعرفوا على احدث المنح وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس صغير ده عشان كل فرص والمنح توصلكم بسهولة طيب خلينا نتكلم عن منحة النهاردة وهي منحة دراسية ممتازة جدا هي منحة البنك الدولي الممولة بالكامل طيب المنحة دي بيتم الدراسة فيها المنحة دي بتدرس فيها في الدول الاوروبية وامريكا واليابان يعني متاح لك انك تدرس في الدول الاوروبية او في امريكا او اليابان وطبعا دي كلها دول من الدول القوية جدا والي فيها الجامعات عالمية ومعترف بها بالنسبة للجهة المانحة هي البنك الدولي والبنك الدولي ده هو يعني بيمول كتير جدا منحة دراسية وبيساعد على الطلاب وعلى القروض وما الى زلك يعني جهة تمولية ممتازة جدا وبتساعد الكثير من الطلاب حول العالم بالنسبة لمرحلة دراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير فقط يعني لو انت عايز تقدم على باكلاريوس او دكتوراه غير متاح ولكن درجة الماجستير متاحة ولو انت في اخر سنة من الباكلاريوس حاليا بتقدر عادي جدا تقدم على الماجستير ولو انت حصلت على ماجستير سابقا وعايز تحصل على درجة الماجستير مرة اخرى بتقدر عادي تقدم برضو عن منحة دي مفيش مشكلة تمام طيب بالنسبة بقى للتمويل اللي بتوفره المنحة دي المنحة دي بتوفر لك تذاكر الطيران بمعدل خونسمية دولار تمام يعني من بلدك الى الدولة اللي انت تدرس فيها سواء تدرس في اوروبا او امريكا او اليابان بيكون تذاكر الطيران مجانا على حسابهم مش بتدفع اي تكاليف خالص كمان المنحة دي بتوفر رسوم الدراسة كاملة انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة تمام مهما كان رسوم الدراسة عالية في الجامعة اللي انت تدرس فيها وفي الدولة اللي انت تدرس فيها هم بيوفروا لك كامل الرسوم مش بتدفع حاجة تالت شيء انها بتوفر راتب شهري في احد الدول الاوروبية حيحددو لك الراتب الشهر كامل وتدرس في امريكا هيكون كامل لان كل دولة وليها ظروف المعاشة الخاصة بها تمام? آآ رابح حاجة عندنا ان المنحة دي بجانب الراتب الشهر وتذكر الطيران ونسوم الدراسة هتوفر لك السكن واجبات الطعام كمان تمام? وكمان تأمين طبي دولي يعني في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث هتكون كل تكاليف القلاج على حساب المنحة انت مش تدفع اي تكاليف خاص طيب بالنسبة للتخصصات والجامعات المتاحة عندنا متاحة عندنا التخصصات وجامعات كتير آآ متاح اكتر من خمستاشر جامعة وتلاتين تخصص وعشان تشوف التخصصات والجامعات هتضغط على كلمة هنا دي عشان يفتح معك قائمة الجامعات وقائمة التخصصات المتاحة تمام? وكمان لها تخصصات آآ يعني مختلفة وتخصصات كتير وجامعات برضو كتير جدا وهنا دي قائمة التخصصات والجامعات ايه المتاحة? تمام? هتلاقي عندك هنا مسلا زي بتوفر التخصصات ايه? هتلاقي مسلا كل الجامعات دي هتلاقيها قدامها بتوفر ايه التخصصات المتاحة للتقديم فيها? تمام? دي كلها قائمات الجامعات المتاحة للتقديم فيها مع التخصصات. تمام? بتشوف التخصص المناسب لك وبتشوف موجود في اي جامعة بتقدم عليه. تمام? طيب. اه خلينا نرجع ونكمل بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي عندنا دول عديدة مش كل الدول المتاحة. آآ في دول آآ عربية وغير عربية متاحة. ولكن انا جمعت لكم الدول العربية تقريبا او الدول يعني اللي فيها آآ الناس مهتمين يعني او بيعرفوا اللغة العربية بشكل كبير. تمام? آآ دولة اليمن آآ متاح لها التقديم. السودان متاحة. لبيا. العراق. لبنان. جنوب السودان. سوريا. الصومال. مالي. وغينيا. تمام? دي الدول المتاحة للتقديم. طبعا عندنا زي ما قلت قايمة الدول كبيرة. ولكن دول اهم الدول. تمام كده? يعني المفروض اللي هيكون لهم متابعة من جانب الوطن العربي. فدي الدول المتاحة. طبعا المصر مش متاحة لمغرب والجزائر مش متاحين للتقديم. دول بس قائمة الدول المتاحة. طيب بالنسبة للأوراية المطلوبة للتقديم في المنحة دي. الاوراية المطلوبة بسيطة مش معقدة. مطلوب منك تصيرها ازاتية بتاعك بتاعك. تمام? بتعمله بشكل كويس. مطلوب تاني حاجة كشف الدرجات بتاعك. شهادة طهر وكشف الدرجات اللي في كل المواد اللي انت درستها في المؤهل السابق. او لو كنت في اخر سنة من المؤهل الحالي بتجيب شهادة السنة اللي قبلها. تمام? مطلوب كمان مقالات بنية اللي هيكون موجود في تبلقوه. تمام? طبعا لو عندك اي اوراق اضافية زي شهادات كورسات تطوعات او غيره بتحطها في الابليكيشن برضو بتزود من الابليكيشن بتاعك بتخليه اقوى. اه وطبعا بيكون مطلوب حاجة اسمها ورقة بتثبت انك عملت الفترة في احد الاعمال. يعني انت طول حياتك مثلا اشتغلت في حاجة معينة عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر اشتغلت مع مؤسسة بتجيب ورقة بتثبت هذا العمل يعني لانه هما بيهتموا بالناس اللي هي لها خبرات عملية في حياتها بجانب الخبرات التعليمية. فانت اشتغلت في اي حاجة طول فترة حياتك بتقدر تجيب شهادة بتثبت ده وبترفقها داخل الابليكيشن. تمام? طيب. هنا عندنا ملاحظات ان المنحة دي ليس بقى حد اقصل لعمر فهي متاحة لجميع الاعمار. تاني حاجة ان المنحة دي لا تشتري تشارية لغة للتقديم فيها. مش مطلوب منك بقى لغة انجليزية وفرنسية. اه او غيره. كمان اه يمكنك التقديم ازا كنت في اخر سنة البكاليريوز زي ما قلنا. ولو انت حصلت على مجيستير سابق بتقدر برضو تقدم على مجيستير مرة تانية من خلال هزي المنحة. كيفية التقديم في المنحة دي التقديم بيكون بشكل اونلاين وبدون رسوم تقديم من المنحة. تقدم بشكل اونلاين ما بتلوش منك فيه او رسوم في الاخر. تمام? اخر معاد للتقديم للمنحة دي هو واحد وعشرين مايو الفين واحد وعشرين عشان تقدم للمنحة دي ده اخر معاد. طيب هنا عمدنا ملاحظة ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح مضمونة القبول في دولة تسيين بنسبة مية في المية. كمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها انا رايز تقدم ان خلالنا على المنحة دي متاح. كمان خدمة تجهيز لو رأي بشكل احترافي. وكمان خدمة التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك وحزوزك في المنح والفرصة. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارة الخدمات موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وكمان موجودة هنا في المقالة دي. تمام? طيب. خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي المنحة دي. هنجي نضغط على الاعلان الرسمي عشان يفتح معنا ونشوف كافة التفاصيل الموجودة فيه. تمام? ده الموقع رسمي المنحة. موجود مكتوب عليه تمام? وهتلاقي هنا كل التفاصيل. هنا بقى بشرح لك تفاصيل المنحة نفسها. آآ المنحة دي موجهة المين? آآ ايه التمويل اللي بتعطيه المنحة دي? كل التفاصيل بشرحها لك هنا. تمام? تقدر تعرف على كل التفاصيل هنا. تمام? كده هنا التمويل كام وهنا شروط الانضمام في المنحة. ازاي تنضم آآ كل حاجة موضحها لك هنا في هذا الاعلان الرسمي. طيب شفنا الاعلان الرسمي للمنحة ومكتوب عليه ان هو متاح حتى واحد وعشرين مايو زي ما احنا والضحر. نروح بقى دلوقتي لابليكيشن التقديم في المنحة. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابليكيشن التقديم. تمام? ابليكيشن التقديم هيفتح معاك بهذا الشكل. طبعا انت كمستخدم جديد لازم الاول تعمل على آآ موقع المنحة. فهتروح عند كلمة دي هنا وتحط اليميل بتاعك وتحط الباسورد وتعمل بعدين تضغط على كلمة لما بتضغط على كلمة كده انت بتعمل اكاونت جديد على موقع المنحة. بعد لما بتضغط على بتعمل اكاونت بترجع بقى تحط الايميل بتاعك تمام? وتحط الباسورد بتاعك هنا اللي انت انشأته وبتعمل لوجين عشان تدخل للابليكيشن الخاص بالمنحة وتبدأ تملى كل سيكشن في الابليكيشن الخاص بالمنحة. تمام? ابليكيشن بسيط مش معقد ولكن يعني كل جزء مطلوب فيه لازم تملىقه بشكل احترافي وبشكل كويس. هيزهر معنا الصفحة دي فبيقول لك هل هتبدأ من جديد ولا تعمل تعديل? فمسلا هتعمل تمام? اه للابليكيشن من هنا. هتعمل لها عشان يفتح معاك الابليكيشن. انا بالفعل انشاءة سابق هوريكم بقى ايه الاشياء المطلوبة داخل الابليكيشن ده وازاي ان نبدأ نملاقه. اه في اول صفحة هنا عندنا الجزء الاول ده هنا اللي هي معنوماتك الشخصية. هنا بتحط انت عايز تملى الابليكيشن ده باللغة الانجليزية ولا اللغة الفرنسية تختار عايز تملىه باي لغة وبتكمل على اساس اللغة دي. انا مسلا هملاه باللغة الانجليزية فخليني باللغة الانجليزية تمام? والبيرسونال دالتا هنا بتكتب بقى اسمك اسم العائلة جنسية تكملين معنوماتك الشخصية بتحطها ايه اخر مؤهلات دراسية حصل عليها والدك والدتك كل التفاصيل ده بتحطها هنا تمام? بتخش بعد كده على السكشن اللي بعده اللي هو تمام? وفي السكشن ده انت بتحط المعلومات التعليمية بتاعتك الخلفية التعليمية بتاعتك انت خلصت ايه سابقا اه او في اخر سنة من المؤهل الحالي بتحط كل المعلومات. في الجزء ده بقى هو بيقولك انت خلصت مسلا هل حضرت على الاقل تلت سنين من الدراسة اه ايه الدرجة العلمية اللي انت حصلت عليها اه ايه الدرجة اللي انت هنوي تقدم عليها اللي هي الماجستير تمام? فكل ده بتوضحه هنا. بعد كده بتخش على البرنامج اللي انت هتختاره والجامعة اللي انت عايز تقدم ليها. تمام? الجامعة اللي انت عايز تقدم ليها. فبتيجي هنا بتختار الجامعة اللي انت عايز تقدم ليها بتختار اسم الجامعة من هنا. وبتختار انت متوقع تبدأ الدراسة في الجامعة دي امتى? اه تختار بقى طبعا اسم التخصص بتشوف عايز تقدم لقيه? وبتأكد على هذه الاشياء. تمام? طيب. بعد كده بتخش على جزء اللي هو الخلفية العملية بتاعتك بتاعتك زي ما احنا قلنا اشتغلت في ايه طول حياتك مسلا سواء عمل مدفوع الاجر او ايه مدفوع الاجر فبتحط كل التفاصيل دي هنا. تمام? آآ بتحط بقى كل التفاصيل الخلفية العملية بتاعتك. بعد كده في حاجة عندنا دي اضافية اللي هي بتاع التطوعات. لو انت اطوعت مع اي مؤسسة آآ لمساعدتهم سابقا بتشوف الجزء ده وبتكتب آآ اي تطوع انت عملته سابقا. لو ما عملتش خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. اي تدريب او اي تطوع بتحط هنا. لو ما عندكش خلص. بعد كده ده اللي هو بتحط في آآ مقالات النية بتاعتك. ليه بقى انت عايز تقدم من المنحة دي? زي ما هنشوف هلاقي هنا عندنا اسئلة كتير جدا. تمام? لازم كل سؤال من دول تملاقوا بشكل كويس. بيقول لك ليه مسلا عايز تقدم للتخصص ده? ليه الجامعة دي تحديدا? ليه اخترت يعني عشان تقدم على هذه المنحة? يعني بتجاوب على كل سؤال من الاسئلة دي بشكل كويس وخلي بالك من هنا للعدد الكلمات المطلوبة. تمام? طيب بعد كده اللي هي الاوراق بقى المطلوبة منك اوراقك الشخصية اللي انت مطلوب ترفقها. تمام? زي ما احنا قلنا عندنا السي في بنحطه. تمام? ده اول حاجة. طبعا اه الشهادة اللي بتثبت العمل بتاعك اشتغلت في ايه صابقا في اي حاجة طول فترة حياتك. تحط بقى كشف الدرجات بتاعك. تمام? آآ كل ده بتحطه يعني كل الاوراق المطلوبة ولو انت حصلت على قبول من جامعة من احد الجامعات دي بتحطها لو ما عندكش يقول خلاص بتسيب الجزء ده فاضي. تمام? يعني ما سوى بيقول لك هنا عندك او حصلت على عرض قبول من جامعة سابقا من احد الجامعات اللي انت مقدم عليها تكتبنوه وخلاص تمام? طيب آآ هنا بيقول لك سماتة عن المنحة دي ازاي? تشوف بقى انت سماتة علامة من يوتيوب من الفيسبوك كده بتختار الجزء اللي انت يعني آآ سماتة عن المنحة دي من خلاله. بعد كده بتحط بقى التاريخ اليوم بتحط بتاعتك وبتضغط على كلمة وبعدين بتروح بقى للريفيو اخر سيكشن اللي هو بتاع بالبقى مراجع لكل الداتا اللي انت حطتها. تمام? مراجع لكل حاجة انت حطتها في الابليكيشن عشان تأكد عليها قبل ما ترسل الابليكيشن. فهينا بيطلع لك بص الابليكيشن كاملا. كل ده الابليكيشن اللي احنا تكلمنا عليه. وفي الاخر خالص بتلاقي كلمة ان انت بترسل بقى الابليكيشن بتاعها. تمام كده? فاحنا كده شرحنا كل التفاصيل وكيفية التقديم من المنحة دي. اه اخر معاد للتقديم واحد وعشرين مايو. ما تنسوش تابعا القناتنا بتوفر خدمات اضافية. فلو حابين تقديمه من خلالنا برضو متلح ما فيش مشكلة. وان شاء الله بيزنالله يكون بالتوفيق ولبول للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.